بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الآن بفضل الله تعالى ورحمته إلى المحاضرة الثالثة من الوحدة الخامسة وموضوعها هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وقد ورد الخلاف في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده على ثلاثة مذاهب المذهب الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الصيغة وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أتباعهم المذهب الثاني أن الأمر بالشيء عين نهي عن ضده فهو نهي عنه من جهة الصيغة وهذا قول جمهور المتكلمين أما المذهب الثالث فيرى أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده لا من جهة الصيغة ولا من جهة المعنى وهذا قول المعتزلة وبعض الفقهاء استدل أصحاب المذهب الأول أن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن الحركة من جهة المعنى لأن الواجب وهو السكون لا يتم إلا بترك الحركة التي هي ضد السكون وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً وأما أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا بأن الأمر بالسكون هو عين النهي عن الحركة فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة كما أن البعد عن المغرب هو عين القرب من المشرق وهو بالإضافة إلى المغرب بعد وبالإضافة إلى المشرق قرب ومثل ذلك طلب السكون فهو بالنسبة للسكون أمر وبالنسبة للحركة نهي وقد أجيب عن هذا الدليل من قبل الجمهور أصحاب المذهب الأول بأن ادعاءكم أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده غير صحيح لأن العرب فرقت بين لفظ الأمر ولفظ النهي فجعلت لفظ الأمر موضوعاً للإيقاع والحث على الفعل وجعلت لفظ النهي لنفي الفعل وطلب الترك فلا يكون الأمر عين النهي كما أنه لا يكون عين الخبر وأما أصحاب المذهب الثالث فقد استدلوا بأن الآمر وقت الأمر قد يكون ذاهلاً عن ضده وإذا كان ذاهلاً عن ضده فلا يكون ناهياً عن ذلك الضد إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلاً أجيب أيضاً عن هذا الدليل بأن النهي عن الضد لازم للأمر لجوماً لا ينفك إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده فالأمر يستلزم بالضرورة النهي عن الضد لاستحالة الجمع بين الضدين ولعلك ترى معي أن المذهب الأول الذي عليه الجمهور هو الأولى بالقبول والأحق بالرجحان لقوة دليله وضعف أدلة المخالفين وهذا الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثاني خلاف لفظي لا تترتب عليه ثمرة أما الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثالث فهو خلاف معنوي ظهر أثر هذا الخلاف في مسائل منها أن الرجل لو قال لزوجته إن خالفت نهيي فأنت طالق فقال لها قومي فقعدت فهل يقع الطلاق خلاف مبني على الاختلاف في هذه القاعدة فمن يرى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده قال بوقوع الطلاق وكذلك قال بوقوع الطلاق من يرى أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وأما من يرى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى فيقول بعدم وقوع الطلاق هذا والله تعالى أعلى وأعلم